الراجل مكوينة اللي هو رولاني مكوينة ده مدرب على فكرة مكتعد جدا ومدرب واعد اللي هو المدير الفني لسانداونز وقدم ماتش كويس قدام الوداد والوداد على أرضه مش سهل على فكرة يعني ولعب سانداونز بطريقة خنقت شوية سانداونز وكان الماتش سجال ورغم ان اضطرد لسانداونز لعيب في قبل نهاية الشرط الأولاني بدقتين ثلاثة او لعيب قبل نهاية الشرط التاني برضو بدقتين ثلاثة في الوقت الضايع الا انه كان وقف على رجليه وانتهت المبرأة بالتعادل السلبي الراجل عمل تصريح يعني بيجرجر بيه الاهلي لما دي مدرسة موسيماني لو تتذكروا موسيماني لما كان مدير فني للاهلي خد بك انا بتكلم على ان الاهلي وسانداونز فاينال يعني هتلوني او انا بتكلم خلاص يعني انا بتعامل مش عامل زي طرق انديل واتكلم بالشكل السياسي لكن هو الاهلي وفق الكورة وفق الارقام وفق المستوىات الفنية اللي احنا شايفينها في الماتشين هو الاهلي خلاص بنسبة 100% سانداونز بنسبة 60-70% اه ممكن الوداد يامر المنتدى هناك ويبقى مع توفيق ربما لكن الاقرب سانداونز الراجل عمل تصريح قالك ايه فريقي ليس المرشح الاوفر حظا للفوز بدور ابطال افريقيا هذا الموسم وانا فخور بهؤلاء اللاعبين اللي ادعم الشجاع في ظروف صعبة للغاية عارفين سانداونز ده الراجل اللي هو متسبي اللي هو الرئيس الاتحاد الافريقيا هو ملك هذا النادي فالمفترض انه هو يعني عامل حالة وجاب لعيبة وعامل شغلة جامد جدا مع سانداونز لكن احنا مش هنأكل بهذا الكلام بيرسي تاو اسبت كولر انه هو واحد من اهم اللعيبة الاجانب اللي ممكن يبقى موجودين في تاريخ الاهلي اعادوا الاعلى مستوى بتهيئة لحتى كان مستوى في برايتون الانجليزي ما وصلش للمرحلة دي بتهيئة لانا يعني وبقى عنصر له غنى عنه وزا كنا بنقول عالي معلول باهم صفقة في تاريخ الاهلي قبل كده كنا بنقول جيلبيرتو وبعد اللعيبة كده حفرة نفسها الفروت اللي كان مع جيلبيرتو ده اسمه ايه فلافيو انما الحقيقة بيرسي تاو لو كمل سنة سنتين كمان مع الاهلي بالمستوى ده هيبقى احد اساطير الاهلي اللي جم في التاريخ من اللعبين الاجانب فبيرسي تاو بيقدم ملحمة الحقيقة وبيعجبني فيه تلات حاجات السرعات بقت عالية جدا قدرة على الدفاع بنفس القدرة على الهجوم فبا انت تتطمن وانت باني جابها بيرسي تاو من قدام وفي الظهر محمد هاني وبيضم ليها من نص الملعب آليو ديانج أو حمد فتحي أو مروان حسب ما يكون يعني حسب التكليف اللي بيبقى موجود وبتتكلم كمان في قدرات هجومية غير طبعية بتتكلم بتشوفه كمان في الجولين تقل على الكرة ازاي على فكرة حارس مرمى العفر الترجي اخطأ طبعا انه طالع برجلية وكان بس كرة مش سهلة كرة من قريب من 18 وعالارض وسريعة وقوية كمان الجول التاني بتشقد ايه سند وبعدين موه وبعدين سند وبعدين موه وتقل عليها جدا 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 بدون سربعة وبعدين حطها في البعيدة بشكل الحقيقة ممتع في كرة القدم وفي عالم كرة القدم عشان يبقى واحد من اهم من جوم هذه المباراة انما يظل كهربا هو نجم الشباك ضيع جول ما يضعش في شوط الاولاني انما جاب جول اللي هو الجول التالت وحالوكم ليه كهربا نجم الشباك وقال ليه تقال عن كهربا وقال ليه تعمل مع كهربا اشتركوا في القناة